السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا مديكم في فيديو جديد تعالي اقول لك بقى لو عندك شوكة كده ومقونات سهلة واقتصادية ازاي هتحضر لي حاجة طحفة جدا مش عشان الدنيا غليطة نبطل نفرح ولادنا او نعمل اي حاجة مميزة في بيتنا تعالي اقول لك ازاي تعمليها بسكوري الله وصلى على رسول على يفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي بيضة وهنحط عليها رشا من الفانيليا ولو ما فيش حطي نص معلقة صغيرة من الخل بعد كده هنحط نص كوباية من السكر البودرة وهنقلبهم مع بعض كويس بعد ما نقلبهم مع بعض كويس هنحط التلت كوباية من الزيت ونقلبهم برضو وبعد ما نقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده هنحط نص معلقة صغيرة من البكنج بودر ومعلقة كبيرة من الحليب. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من النشا. وكده ما بقيش غير تديه بس اللي هنضيفه شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا المكونات. طبعا احنا مش بنعمل مخبوزات فمش بنعجن كتير احنا يدوب نجمع مكونات بس. فهنجمع كده بالمعلقة لغاية ما الخليط يبقى آآ المعلقة ما تمشيش فيه وبعد كده نجمع با ايدينا. احتاجت حوالي ربع كيلو من الدقيق يعني كوبايتين دقيق. بس نقصي المعلقة. مش هعجن كتير انا يدوب بس بجمع المكونات. وبعد كده بقي الجهزة عندي خلاص. هبتدي امسك العجنة دي كلها احاولها الكوار. الكوار عمليها اي حجم انت عايزاه. تبقى انا اكبر او اصغر من اللي انا عمليه ما فيش مشكلة خالص. وهنعملها بالشكل ده كلها. بعد كده بقى هنجيب شوكة وهقول دلوقتي هنعمل ايه? هنيجي نعمل بيها الاشكال بالشكل ده. صانية بقى مدهونة زيت وهنبتدي نرسي فيها القطع دي جنب بعضها ونسيب مسافات شوية. وبعد كده ندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرمية وتمانين في الرفة الاوسط. وهنا بعد ما طلعت معي ودوبت كده مكعب شكولاتة وزي انت بيها الجزئية اللي انا كنت عاملها في النص دي. بس سهل وبسيط وسريع وماخدش مني لوقت ولا تكلفة ولا مجهود. اتمنى بقى الفيديو كنا للاعجبكم. لو عجبك ما تبخليش علي بلايك وباشتراك وبشير للفيديو. شايف الجمل مقرمش جدا ولزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.